اشتركوا في القناة اهلا ومرحبا بكم مرة اخرى وحلقة جديدة من حلقات برنامج مدرسة على الهواء مع اللغة العربية لغة الضاد لغة اهل الجنة لغة القرآن الكريم اللغة العربية دعونا في البداية نرحب بضيفنا الجليل الاستاذ الفاضل الاستاذ محسن العربي الخبير بوزارة التربية والتعليم اهلا بحضرتك وسهلا اهلا بك سيد محمود وشرف الله قدرك سيد محسن بدأنا مع ابنائنا الاعزاء في الحلقة السابقة مع الاتجاه الوجداني في الشعر ويعني احنا حولناه ادف شعبي نعم يا رب يكونوا استفادوا يا رب ان شاء الله اكيد بكل تأكيد استفادوا ان شاء الله نهارا في هذه الحلقة ان شاء الله نريد ان نطبق ذلك الكلام الذي درساه ابنائنا الاعزاء في الاتجاه الوجداني للشعر ودور مطران في تطور القصيدة العربية في ذلك الاتجاه نعم على نص يمثل ذلك الاتجاه تلك المدرسة وهو نص المساء نعم بداية استاذ محسن هل ممكن للممتاحن ان يأتي لطلابنا الاعزاء بجمع كلمة المساء نعم فطبعا امساء وامسيه امساء وامسيه نعم ليه هو ممكن يجيب الجامعة لانه يعني تسلم الطالب المعجم الوجيس نعم وهو مطالب به مطالب به وموجود فيه الجامعة الجامعة نعم استاذ محسن هيا بنا سريعا نتداول مع ابنائنا الاعزاء تلك الابيات التي ستوارض عليهم الان ان شاء الله يعني بيتا بيتا حتى يستفيد ابناؤنا الاعزاء ونحلل كل بيت من هذه الابيات هيا بنا نقول الابيات مع بعضها البعض تقول الابيات اني اقمت على التعلة بالمنى في غربة قال تكون دوائي ان يشف هذا الجسم طيب هوائها ايلطف النيران طيب هوائي عبث طوافي في البلاد وعلة في علة من فايا لاستشفائي متفرد بصبابتي متفرد بكآبتي متفرد بعنائي شاك الى البحر اضطراب خواطري فيجيبني برياحه الهوجاء نعم نقف عند هذا البيت نقف عند هذا البيت اني اقمت على التعلة بالمنى نعم هيا بنا مع اللغويات طبعا ان حرف توكيد ونصب نعم وهو يؤكد لعلة سوف نعرفها تماما اقمت يعني نزلت او استقر بي الحال تماما والمضاد رحلت ونكشف عنها في المعجم الوجيز في مادة قوما نعم التعلة معنها التعلل والتشاغل المنى جمع منية والمنية هي رغبة القلب كذلك الامنية رغبة القلب اما الامنية فجمعها امان وأما المنية فجمعها منى نعم والمنية جمعها المنية المنية نعم وطبعا هي الموت المنية نعم في غربة في حرف قر يفيد الاحتواء غربة بعد عن الوطن قالوا فعل ماض يحب الشك في نصيحة الاصدقاء دوائي يعني علاجي نعم والدواء جمعه ادوية وضد الدواء الداء والداء يجمع على ادواء نعم اذا انتهينا من المعاني اللغوية ويتبقى لنا ان نشرح البيت فماذا اراد شاعرنا خليل مطران استاذ محمود ان يقول نعم فقول خليل مطران في هذا البيت ليس لي شيء سوى ان اصبر نفسي وان اشغلها بالمنا ما يتمناه القلب من ان ينسى محبوبتها ومن ان يتسلى ويتعزى بوجوده في هذه الغرب التي حكم على نفسه بها في الاسكندرية علها تكون شفاء ودواء لمرض نفسه وقلب وكأنه كان يتمثل قول القائل نعم انساك ده كلام اهدى اللي مش ممكن ابدا ولد افكر فيه هو رايح عشان كده هو رايح بالفعل لذلك يعني يعني على الرغم من ذهابه الى الاسكندرية لعلة شفائه من ذلك المرض الا انه يقرر في قرارة نفسه انه لن ينسى محبوبته نعم ولن يتسلى عنه نعم اني اقامت استاذ محسن اراد ان يستخدم اني في بداية تمام هو طبعا ان للتوقيت تمام طب هو بيأكد ليه بيوزيل شك ازالة الشك عند مين عند اللي لسه مقتنعين بان هو موجود في القاهرة بيقول لهم ايه استاذ محمود ريحوا نفسكم انا مشيت من القاهرة رحت اسكندرية عشان كلام يعني حبيدي واهلي وجيراني واصدقائي اللي ألبهم علي انا خلاص استقرت في اسكندرية ما يكونش عندك شك تأكدوا تماما انني استقر بيالحال في اسكندرية نعم هو بيأكد الكلام تمام وكلمة اقامت يا سيد محسن استعملها بصيغة الفعل الماضي طبعا للثبت والتحقق نعم واني واقمت ودوائي ثلاثة ادلة على ذاتية التجربة نعم اني شوف الياء اقمت شوف التاء دوائي في الياء نعم يبقى اذكر ثلاثة ادلة على ذاتية التجربة عند مطران اني اقمت ودوائي ده طبعا الادب وجداني نعم مدرسة الرومانتكية تمام والتجربة ذاتية لانه لان التجربة التجربة حدثت له شخصيا على صعيد ذاته فهي الخصوصية والذاتية نعم اني اقمت على التعلة الاقامة لا تكون على التعلة فالتعلة امر معنوي فالاقامة تكون على المبنى والمبنى شيء مادي نعم اذا فنحن امام لون بياني طارة مكنية تمام طارة مكنية سر جمالها التكسيم حيث شبهت تعلة ببناء يقام عليه نعم وهذا يوحي باحزان وآلام في قلب الشاعر نعم طيب كلمة التعلة بتحب ايه بآمال كاذبة نعم لانه يتشاغل لانه يتعلل يتعز ما عندوش يقين نعم يتعز نعم ده كلام ده متقله منين من اصحابه اصدقاء يبقى اعمال قلبية ولكنها كاذبة ولذلك هو اكد ان هذه الامال كاذبة نعم باستعمال كلمة اقامت نعم التي فيها من اليأس ما فيها نعم يعني زي كده محصل لما حد يسأل انسان مثلا حزين ولا حاجة سمع كلامه عمل اللي هو عايز واديني روحة الاسكندرية طيب عامل ايه دلوقتي هعمل ايه اديني قاعد اديني موقي ورايا ايه بحاول بجر النفسي بان الامان تتحقق وهو متأكد يقينا ان هذه الامان لن تتحقق ولذلك ربما هات الممتحم بقوله ما ايحاء كلمة اقانت نقول توحي باليأس واستعمال ذلك اليأس هو الذي اكد ان تلك الاماني النفسية هي ده اليأس جيه من التعالة لان الاقامة فاستقرار نعم بس الاستقرار للي عايز استقرار للي عايز استقرار وهو مش عايز هو مش عايز والكلام ده يتضح لنا من خلال الابيان تمام ولذلك حتى مش يشتكي لحد من البشر حد من البشر ما بيشتكلوش سيشتكي الى الطبيعة ويندمج مع الطبيعة هو ليه ما بيشتكيش للبشر اشكلي من همي واشكلي من حالي الا لانسان مبتلي قلوتي انا نعم يفهم بقى حالي نعم انا لما اقول له اه يقول لي كانت على بالي يعني كنت اقول لها نفس المشاعر نفسية والمشاعر لكن هو هيشتكي للبحر ولك شاكن الى البحر اضطرابة خواطير بعد كده يقول لك ايه ساونا على صخر اصم نعم وبعد كده يبدأ يرجع البحر تاني والبحر خفاق الجوان وبعدين يبص على الايه على المخلوقات تغشى البرية كدرة وكأنها صعدت الى عينيا من احشاء وبعد كده هيبص على ايه على الافك ولك والافك معتكر قريح جفنه يغضي على الغمرات والاخذاء نعم وبعدين يعني يبص على الغروب يقول لك يا للغروب وما به من عبرة للمستهام وعبرة للرأ ما فيش حاجة من الطبيعة رياحته ولذلك زي القط ما يحبش اللي خنه هيروح لي مين بقى لحبيبته ويفتكره والكلام جاي بيجيب بعضه مصر على النواة تذكره ولذلك هيقول لها ولقد ذكرتك والنهار موضعه والقلب بين مهابة ورجاء نعم طب بعدين وخواطري تبدو تجاه نواظري كلمة كدامية السحاب وعايت عليك كتير قوي والدمع من جفني يسيل مشعشعا نسان الشعاع الغريب المطرائ نعم ولذلك مش هينساه مش هينساه يعني الغاوة بقى أستاذ محسين هو غاو يتعب أبنائنا لا أعزاء معي غاو يتعبنا غاو يتعبنا بس يعني نجد الراحة في تعابنا من أجل أبنائنا نعم إن شاء الله إني أقمت تعالياتي بالمنا في غربة أستاذ محسين يعني لفت نظري استعماله لحرف الجر فيه وعلى الرغم من أن حروف الجر يغني بعضها عن بعض إلا أن لكل منها دلالة دلالة يعني نستطيع أن نبسط لأبنائنا الأعزاء القيمة الفنية لاستعمال حرف الجر فيه والله أنا لفت نظري أستاذ محمود قبل فيه نعم الباء الباء في كلمة بالمنا تمام طيب أنا هقولك أنت ساكن فينا أستاذ محمود تقول لي الغرفة دي بتاعتي أقولك طب أنت بتعتمد على إيه تقول لي سرير دولاب مكتب زي ما أنت شايف كده فهو هيقيم على التعل بإيه بإيه بالمنا يبقى أنا شايف فاس تعار يستعر ما كنين شبه المنا بأنها أدوات يعتمد عليها في الإقامة حزف الأدوات المشبه به وأتى بصفة من صفاتها هي إيه الإقامة على هذه الأدوات نعم الاعتماد المعبر عنه في الباء ما نقولك كتبت بالألم يعني كتبت بالألم معتمدا على القدم معتمدا عليه نعم وبعدين هو عرف المنا لأنها معلومة لديه وجمعها لأنه يريد الكثرة لأن أمنياته كتيرة تمام عايز يتخفف من أين من تعب القلب وتعب الجسم والتذكر الدائم لمحبوبة والفشل في التجربة يعني أمنيات كتيرة جدا طيب في غربة احنا قلنا فيه بيته في دل احتواء يبقى فأستعارة ما كنين طب ازاي قلوا شبه الغربة بأنها وعاء يحتوي على وحزف الوعاء وقتها بالاحتواء طب في الاحتواء الموجود في كلمة فيه نعم ولذلك حروف الجربي سموها حروف المعاني البقته في دل اعتماد تمام وفيته في دل احتواء لكن لو نظرنا الى كلمة غربة في ذاتها لو وجدنا انها استعارة تصرحية تمام صور الاسكندرية بالغرب بالغرب حزف المشبه وصبح بالمشبه به تمام استعارة تصرحية سر جمالها توضيح المعنى طبعا الغربة دي بتوحي بإيه يا أستاذ محمود بالوحشة والوحدة تمام ولذلك هو منكرها للتهويل 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 يعني فضيعة على النفس إذا نكر وكان يحب النكر فهو يعظمها وإذا نكر وكان يكره النكر فهو يحقرها وإذا نكر وهو يعني في ألم من هذه النكر ويعاني منها فهو يهوله نعم أجمل ما قرأت في ذلك محصن في حرف الجر فيه في استعمال شاعر له في هذا البيت حين قال في غربة أن حرف الجر الذي يخيد الاحتواء يدل على محاصرة الغربة لمطران من كل اتجاه نعم وكأنه في هذه الغربة تحتويه تحتويه وتحيط به وتحاصره من كل جانب نعم ولذلك إذن لما جال للفرحة لا مجال للفرحة لا مجال للبسنة أينما يتجه ببصره أو بجسده أو بروحه ونفسه فلابد من المعاناة الجسدية والمعاناة النفسية والمادية كذلك والمعنوية لماذا؟ لأن الغربة محاصرة لها وكأنها سرادق يحيط بهم كل اتجاه الله أحاط بهم سرادقها نعم وإن يستغيث يغاث بماء نعم تمام إذن لو أتى الممتحن صد محصن مثلا بقوله أيهما أجمل ولماذا؟ نعم في غربة أم بغربة لا طبعا في غربة لأن فيه كما ذكرتم تفيد الإحاطة نعم والإحاطة من كل اتجاه نعم قالوا تكون دوائي حضرتك قلت قالوا ونحن بنتعرض للمعاني نعم يعني فعل ماضي يعني يدل على الكذب نعم أو يدل على يعني طبعا الزعم 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 لذلك هذا يوحي بالشك في نصيحة الأصدقاء نعم أنت شفت الأستاذ محمود لا ما شفتوش طب إيه رأيك فيه بيقوله كويس بيقوله هذا أجلع أنا لو شفت الأستاذ محمود مش هقول بيقولهم هم هقول كويس من غير كلمة بيقولهم فكلمة قالوا توحي بالشك تمام قالوا البنات قالوا عاده قالوا مش جاي في معاده وفي المعاد كان على بابه قاعد معايا بيشرب شاي هم آلهم ليش دعوا بيهم ليش دعوا بيهم نعم كان شكا منهم نعم كان شكا منهم نعم أو منهم نعم تمام يبقى قالوا توحي بالشك في نصيحة الأصدقاء وهي جملة اعتراضي ويسمى ذلك بالإطناب وهو إطناب بالاعتراض لتوكيد معنى الزعم والشك في نصيحة الأصدقاء هل نستطيع أن نقول عصد محسن أن الشاعر قد بدأ ذلك البيت بنتيجة ثم سبب لها تلك النتيجة في إقامته في تلك الغربة في الإسكندرية ثم سبب لها بقوله قالوا تكون دوائي نعم هو القول كان أولا نعم ثم الإقامة كانت ثانية نعم ولذلك ربما يسأل الطالب لماذا قدم الشاعر النتيجة هو دايما بيقدم للأهمية للإهتمام نعم إذا للاهتمام بتلك النتيجة نعم لأن طبعا دي الله هتعمل عملية جذب للانتباه للانتباه نعم وهو عايز يجذب الانتباه لأن الشاعر بيخاطب حكتين عند المطلقي وجدانه وجدانه وفكره وفكره فهو يخاطب هنا الفكر وإذا خطب الفكر تحرك الوجدان جميل يعني الشاعر يخاطب الفكر أولا نعم يجذب فكرة المستمع والمطلقي ثم يحرك وجدانه بعد ذلك تمام تمام لكن الصحيح أنه هو أنا أأثر في الوجدان والوجدان يأثر في الفكر لكن هو قدم للأهمية عشان طبعا التجربة بتاعته خاصة به هو الإقامة في الإسكندارية مش كل كده تماما فلازم هو كوجداني يخاطب بقى فكرة عند المطلقي إني أقمت على التعيلة بالمنا في غربة شوفوا غربة دوائي نعم تشبه شبه الغربة بالدواء تمام وسر الجمال التجسيم طبعا الدواء هيوح بالراحة لكن هتيجي الراحة منين مع الغربة تمام يبقى فيه ألام وأحزان يعني بقول في حسرة في مضموني هذا البيت فهو خبري يفيد الحسرة يفيد الحسرة تمام نعم ولذلك قال قالوا تمام التي فيها من الشك كما قلنا شك في أن تكون هذه الإسكندارية التي يعاني فيها من الحساس بالغربة دواء وشفاء لقلد طبعا هو كسر القافية أستاذ محمود تمام لأن نفسه منكسر منكسر بالفعل وهذا يتناسب مع عطفة الشاعر في طالب يتقول لي الله طبعا كان شاء في انكسار برضو في القافية اختلافه النهار والليل ينسي اذكرا للصبا وأيام أنسي وهنا كسر برضو قلت لها مؤامرة بقى على طلبة السنو عايزين يزرعه تحزنه والألم تجارب حزنه والألم هي التجارب التي عرضها يعني أصحاب المناهج على أبنائي طبعا على سبيل المدعبة ولكن طبعا شوئي يعني نصه وطني وهذا أدب وجداني ولكن طبعا يعني مناهج من بداية التسعينات لا بد أن تتغير ستتغير العام المقبل إن شاء الله يهيئ لها من يغير اللهم أعين يا رب إن شاء الله طيب إني أقمت على التعيلة بالمنا في غربة قالوا تكونوا دوائي طبعا في محسن بديع عسلم محمود هنا له أقمته غربة تمام الإقامة بتحب الاستقرار والغربة ما في شفاء استقرار نعم يبقى دائي محسن بديع طبعا طبعا والطبع يبرز المعنى ويوضح نعم لم يبقى إلا شيء نعم يعني أريد أن أشير إليه سريع نص محسن تفضل هو قال قالوا تكون دوائي ولم يقل تكون شفاء نعم فهل هناك فارق بين الدواء والشفاء طبعا يعني هو الشفاء يترادف في المعنى مع الدواء ربما للوهلة الأولى نعم ولكن الدواء قد يعطى ولا يعطى نتيجة نعم ولكن الشفاء ولكن الشفاء أمر حتمي وإذا مردته فهو يشفي نعم نعم فطبعا الشفاء في نظري أفضل هي أفضل أفضل ولكن الشعر استعمل كلمة دوائي لسبب لسبب وهو الشك في شفائه برغم وجوده في الإسكندرية كما أشار عليه الأصدقاء ولذلك استعماله لكلمة دوائي لها دافع نفسي نعم هذا الدافع النفسي أنه لن يشفى من آلامه نعم ولكنه ستجرع ذلك الدواء الذي لا قيمة له في نظري لأنه لن يؤدي إلى الشفاء أنا هشرب اللي أنت هتقوله عليه بالظبط كده هو عايز أقول كده ولذلك قال تكون دوائي وهو لو عنده إيمان نفسي لقال شفائي نعم لو عنده هذا الإيمان ولذلك دايما أنا بقول حاجة يا أستاذ محمود بقول أن الإنسان دايما يعني في لحظات المساء يعني يجد يعني الكآبة قد أحاطت به لماذا مش أي إنسان في لحظات المساء ببقى كأي تمام من الإنسان اللي ببقى كأي اللي هو فاقد الهدف وطبعا خلي المطران فاقد الهدف تمام وضعيف الإيمان وأنا بسميه ضعيف الإيمان لو كان قوي الإيمان لقال شفائي تمام ولو كان قوي الإيمان لشفيا من علته حتى ولو كان بالقاهرة تمام على أرض القاهرة نعم حتى وإن كان في وسط هذه الأحداث نعم التي أدت به إلى تلك المعاناة النفسية والمادية إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي بس الرسول شوف صلى الله عليه وسلم قال ولكن عافيتك أوسع لي يعني شفيني يا رب شفيني شفيني أنا هنا شفيني أنا في هذا المكان المبتلى في معية الله نعم ودعائه مستجاب طيب ربنا بيبتليه ليه يحب يسمع صوته تمام لكن الإنسان اللي عايش مع الزنوب والمعاصر ربنا مش عايز يسمع صوته مش عايز يسمع صوته عطله الصحة وعطله المل وعطله الجاه وعطله كل حاجة ها لكن ربنا بيبتليك ليه لأنك في معيته يحب أن يستمع إلى صوتك تقول يا رب حب يسمع كلمة يا رب عشان إيه عشان يت حتى الشوكة يشاكها المؤمن تحط من خطايا نعم معنى ذلك أنه ضعيف الإرادة نعم ليست عنده إرادة قوية يستطيع وضعف الإرادة من ضعف الإيمان ناتج من نواتج ضعف الإيمان تمام هل تريد أن تضيف شيئا جديدا في هذا البيت والله يعني أحسنت التحليل يا أسد محمد أعزك الله إن يشفي هذا الجسم طيب هوائها أيلطف النيران طيب هوائي طبعا لا يلطف لا يلطف هذا استفام سنتعرض له بمشيئة الله هذا هو البيت الثاني الذي انتقل إليه خليل مطران حينما قال إن يشفي هذا الجسم طيب هوائها أيلطف النيران طيب هوائي هيا بنا نتعرض للغويات أسد محسن طبعا يشفي إن تفيد الشك تماما وهو بذلك يؤكد الشك السابق في نصيحة الأصدقاء عندما قال قاله إذن هو شك لأن هذا بالنتيج نعم شك أولا في أن تكون الاستخدارية دواء له ويشك بعد ذلك في راحة الجسد وراحة القلب نعم إذن كأنه يؤكد في الشك بعد الشك تماما يشفي يعني يخفف أو يريح وإذا مردته فهو يشفين لذلك يقول لك يشفي بفتح الفاء بفتح الياء لكن يشفي بالضم يمرض تماما يشفي هذا الجسم البدن طيبه يعني حسن والمضاد خبس شجرة طيبة وشجرة خبسة هوائها الهوى اللي هو ميل النفس يجمع على أهواء والهواء يجمع على أهوية نعم أي يلطف يخفف يخفف تماما طبعا يشفي يعني يريح يلطف هيخفف النيران جمع نار ونكشف عنها في نورة والمراد بها إذن هنشمر حتى للسعرات تصلحوا يا بقى تماما المراد بها الأشواخ نعم القلبي طيب هوائي إذن كأنه أراد أن يقول شيئا معينا ينقله لنا فماذا أراد أن يقول أستاذ محمد يقول خليل مطران في هذا البيت حتى وإن كان هواء الإسكندرية وأشك في ذلك فيه شفاء لذلك الجسد من الأمراض البطوية التي أصيب بها حزنا على فراق محبوبته وعدم رضاها بحبه لها حتى وإن كان فيه الشفاء لذلك فإن هواء الإسكندرية لا يمكن أن يخفف من تلك الأشواق التي أشتاق بها لتلك المحبوب إذن أمراض عضوية كما ذكرتم أصيب بها البدن بعد اعتلال القلب الشاعر يشك في راحة البدن من هذه الأمراض العضوية تمام إن كان الهواء سينعش البدن ويريح الجسد وهو يشك في ذلك وهو يشك في ذلك نعم فإن الهواء لا يطفئ هذه النيران القلبية وكأنه أراد أن يشير إلى حقيقة علمية نعم فهذه الحقيقة العلمية أستاذ محمود هي أن الهواء لا يطفئ النيران بل يزيدها اشتعال تمام يعني معنى ذلك أستاذ محصن حتى يعني الحاتي لما يعني وإحنا بنحاول كده أن نسير لعب أبنائنا العزاء للعلم وليس الأكل نعم عندما يريد أن يعني يشوي اللحم يضع مروحة تمام أنه مذلك الفحم الذي تشوع عليه وسعب تبقى مروحة ذاتية أو مروحة ذاتية أو بنيش بتاعه كده ولا جمعانيش احنا كلنا يعني ايه من وسط شعبي نعم الناس اللي بيوشهوا الدورة كده تماما بالفعل يعني بيزيدوا الهواء يا أستاذ محصن بيحركوا الهواء بيحرك الهواء فوق هذا حتى المروحة عندنا في البيت بتعمل يا أستاذ محمود هي بيجيب هوا جديد لا بتحرك الهواء بتحرك الهواء فقط نعم خلاص ولذلك الهواء لا يطفئ النيران وإنما يزيدوها إشعال تمام نعم إن يشفي هذا الجسم طيب وهوائه أنا عايز أوصل للخيال المركب في هذا البيت نعم مع أبنائنا الطلاب طيب الهواء شبه طيب الهواء بأنه يعني إنسان يشفي طبيب يشفي نعم طبيب يشفي نعم استعرمك نياسر جمالات الشريف تماما وشبه الجسد الجسم بأنه إنسان يشفى تماما يبقى أنا بيبتل أتيت بمشبهين مختلفين مع كلمة واحدة أهي اللي يشفي نعم يبقى تركب الخيال فخيال مركب مركب أو صورة متداخلة أو صورة متداخلة نعم تماما طيب إذا نظرنا إلى الشطر الثاني أستاذ محمود شبه طيب الهواء بأنه ماء يلطف تماما استعرمك نياسر الجمال إذا شبهنا الطيبة طيبة الهواء بأنه ماء يلطف فنحن أمام استعرمك نأسره جمالها التكسين تمام البعض يقول شبه الهواء بأنه ماء يلطف بأسر الجمال التوضيح ما فيش مشكلة نعم طيب وشبه النيران بأنها ماء يلطف يبقى الخيال تركب خيال مركب أو كما تفضلتم خيال متداخل تماما طبعا هذا يقول معنى ويعمق الخيال طيب النيران فيها استعرى تصرحها أستاذ محمود تماما صور الأشفاق بالنيران تمام وصرح بالمشبه به يبقى شبه الأشواق بالنيران سر الجمال التكسيم وهذا يوحي بشدة الأحزان والآلام نعم لو أردنا أن نعرب كلمة هذا نعم وكلمة النيران نعم هذا اسمه شارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به إذن قدم المفعول كده نعم قدم المفعول على الفعل هو كلمة طيب طيب للاهتمام للاهتمام طيب برضو النيران بالفعل مفعول به منصوب المفعول به منصوب وعلامة النصب الفتحة الظاهرة إذن قدمه المفعول على الفعل على الفعل طيب ده طبعا يعني إيه كده إنه هو قدم المفعول للاهتمام قدم حاجة للأهمين أنا بقى قدم أي حاجة لإيه عشان الطالب يبقى عارف تمام عشان هي مهم للاهتمام نعم للاهتمام للاهتمام بالمتقد طيب اسلوب الشرط نحدد الأجزاء كده أستاذ محمود إن إن أداة الشرط آه إن أداة الشرط chairman يشفي يشفي تمام طيب يقول الشرط يقول المحللون عنه إنه محزوب نعم والتقدير فلن يشفي إن يشفي هذا الجسم طيب وهوائها فلن يشفي تمام نعم فلن يشفي النيران طيب وهوائي تمام طيب الاستفهام في قوله أيلطف النيران طيب وهوائي نعم طبعا احنا جاوبنا على السؤال بالنفية نا جاوبنا وقلنا لأ يبقى الغرض النفي ولو جودنا على سؤال وكانت الإجابة بالإثبات إذن هو للتقرير تمام وسوف يأتي في بيت من الأبيات وليس نزعا للنهار وصرعة للشمس بينما آتم الأضواء بالفعل هو للتقرير إذن منجيله إن شاء الله سنعصر إن يشفي هذا الجسم طيب هوائها أيلطف النيران طيب هوائه إذن كأن الشاعر أراد أن يؤكد الحصرة والألم بهذا الأسلوب الخبري إذن استعمال الأسلوب الخبري إلى الآن يعني مصيطر على الشاعر التحصر دائما استعمال الأسليب الشرط أصدر محسن أشعر أن فيها تشويق لمعرفة الجواب لأنه في نتيجة لأنه في نتيجة مترتبة على الشرط أريد أن أعرف إن عملت كذا وكذا وكذا خلاص يبقى أنا متشوق وأهب بالفعل السمع أو القارئ لمعرفة النتيجة أو هيترتب على فعل الشرط إيه؟ فما بالحضرتك لو حزث جواب الشرط نعم يبقى فيها إثارة وتشويق أكثر تمام نعم إذن مطران ما زال يؤكد تلك الحصرة التي يعاني منها لفراق محبوبته وعدم التودد إليه أو عدم يعني رضاها عن حبه لها قائلا إن يشفي هذا الجسم طيب هوائها يلطف النيران طيب هوائي مشككا في أن يكون هواء الإسكندرية على الرغم من أنه يعالج الكثير من الأمراض العضوية عند كثير من الذين يصطفون إلى الإسكندرية إلا أنه يشك في أن يكون شفاءا لجسده ولكن حتى وإن حدث ذلك فإن هواء الإسكندرية ليس فيه شفاء لنفسه المريضة وليس فيه شفاء لقلبه ولأحسيسه ومشاعر وكأنه أراد أن يقول لأصدقائه أنا أعايز أرضيكو بس رضائي لكم آه يعني أنا أرضيكو بس لكن أنا ريح كده آه جبرا خاطر زي ما بيقوا نعم هيا إلى البيت الثالث نعم محسن عبث طوافي في البلاد نعم وعلة في علة منفاية لاستشفاء نعم عبث آه يعلم الإنسان أو الواحد فينا أن الإنسان إذا ما أمسك بشيء وخط به يعني دون أن يكون له هدف من ذلك فهو عبث نعم إذا ما المقصود من العبث أسمحس العبث هو عدم الفائدة عدم الفائدة وأنكم إلينا لا ترجعون تماما آه طوافي يعني دوراني نعم وارتحالي وانتقالي نعم في البلاد جمع بلده أما البلد فيجمع على بلدين نعم وعلة العلة معناها المرض وضدها الشفاء نعم وتجمع على علل وعلات تماما في حرف جر يفيد العمق 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 نعم منفاية ده اسم مكان يعني مكان نفي أو مصدر ميمي بمعنى نفي نعم تمام لاستشفاء يعني لطلب الشفاء نعم تمام وإذا مردته فهو يشفين تمام عبث طوافي سيد محسن إذا ما أردنا أن نععب كلمة عبث نعم أولا لا هي خبر خبر لمبتدأ محزوف تمام أو أصد خبر مقدم نعم والمبتدأ كلمة طوافي تمام لأنه معلوم أنه يمكن للواحد مننا أن يبدأ بمبتدأ النكر نعم 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 عبث طوافي الأصل أصد النحمود طوافي في البلاد طوافي في البلاد عبث نعم وأصل الشطر الثاني منفايا لاستشفاء علة علة في علة إذا كلمة علة التي انتهى بها الشطر الأول أيضا فهي خبر مقدم نعم وكلمة منفايا مبتدأ موقف نعم تمام إذن تقديم الخبر كما قلت وشعر حضرتك أن أي تقديم يكون للاهتمام تمام بذلك إذن هو مهتم بالخبر مهتم بأن يوضح لهؤلاء الأصحاب ولكل من يستمع إلى شعره أو يلقى عليه ذلك الشعر مهتم بأنه أخطأ وأن ما فعله عبث قبل أن يقول ماذا فعل يعني وصلنا إلى أصل الشطرين نعم فسهلنا على الطالب أن يشرح فإذا أراد الطالب أن يشرح ماذا يقول أسر المحمود يقول إنما فعلت من ذهابي إلى مدينة الإسكندرية نزولا على رأي الأصحاب ما كان مني إلا عبث ما كان مني إلا عبثا في عبث لأنني لم أذهب إلى الإسكندرية للاستمتاع والتمتع بحسنها وبجمالها وإنما ذهبت إلى منفى نفيت فيه نفسي وفي ذلك المنفى كنت طالبا للشفاء فكيف يتوافق الشفاء وطلبه مع ذلك المنفى الذي أصبحت وحيدا حبيسا بين جدرهم الطالب بيقول إيه هو قدم الخبر للاهتمام نعم طب هو بيهتم بالعبث وبيهتم بالعلة ليه عشان هو عايز يا أستاذ محمود المطلقي سامعا كان أم قارئا يشاركه تجربته وأحزانه تماما بالضبط كده يقول لك إيه أنا يعني ما استفدتش حاجة من الرحلة بتاعتي بكده يعني هيصعب علينا وعايز يقول المكان اللي أنا جيته وأنا جيته بناء على نصيحة ناس وناس كتار أضف إلي عل فطبعا نقول له يا حرام هيصعب علينا برضو هو بالعبث صح هو مطران على الرغم أنه في معاناة إلا أن الزكاء عنده درجته درجة عالية ويعني من تحليل النص المساء أجد أنه كان صاحب اتجاه علمي وكان ذلك في البيت السابق عندما يعني قال حقيقة بالمية التي تحدث عنها أكتر من دليلها نعرف أنه هو اتجاه علمي نعم الحقائق عنده تثبت ذاتها واتجاهه اتجاه علمي نعم ونكر عبث وعله أيضا هو يهوله عايز يقول دي فضيعة على نفسي يا ناس شاركوني أحزاني أنا عايزكم تبقى فيه مشاركة وجدانية منكم عشان المشاركة الوجدانية بتخفف الأحزان بس ما كانش عنده مشاركة وجدانية ولذلك تهيظهر لي في البيت اللي جاي لما هيقول متفرد بصبابتي متفرد بكئبتي متفرد بعناقي يعني أنا أنفرد بهذه الأشواق أنفرد بهذه الأحزان الشديدة أنفرد بهذا العناء عايز يقول ما فيش مشاركة وجدانية هو بيحاول بيستجدي عطف الناس بيستجدي عطف الناس نعم ولكن ما فيش وهو وصف من هذا الكلام ليه أساس محمود لأن الكل في فترة إنشاء هذه الأبيات كان راضخا لاحتلال الأتراك فطبعا ما عنده هو ليس عنده ثقة لكن بيحاول هو زي الغريء اللي بتعلق في أشياء ولكن هاي يثبت أنه لا مجال المشاركة وجدانية وطبعا ما فيش مشاركة وجدانية زار البيت الخامس مش هيشتكل حد نعم هيشتكل البحر تمام ويقول شاكن إلى البحر الطرابة خواطري فيجيبني برياحه لو جاء نعم نعود إلى عبث طوافي في البلاد وعلة في علة منفية الاستشفاء أتجد ضرورة نفسية أو ضرورة وجدانية نعم لتكرار كلمة علة نعم هو قرر علة للتنويع طب الطلب ملقاش التنويع تنويع الأحزان يعني تمام يقول للكسر لكسرة هذه الأحزان نعم وكأنه أراد أن يقول إن طلبي للشفاء بوجودي في مدينة الإسكندرية زاد المرض بكل ألوانه نعم لأنه لم يرد لنفسه الشفاء تمام ولو أراد الشفاء لنفسه لا استرح نعم فهنا تشبيه أستاذ محمود عندما قال طوافف البلاد عبث ويشبه الطوافف بالعبث نعم وطبعا سر الجمال التوضيح نعم وهنا تشبيه أيضا عندما شبه المنفى بالعلم بأنه عل نعم طبعا سر الجمال توضيح المعنى أما كلمة منفاية وحدها أستاذ موصن فهي استعارة قصرحية نعم شبه الإسكندرية بأنها منفو هذا يوحي بالأحزان والآلام نعم وعمق هذه الأحزان والآلام أرز تعارة المكنية في كلمة إلا في عل علة في علة شوف أستاذ محمود زيما نهارسم كده العمق آه تمام وعاء داخل وعاء يبقى شبهة العلة العلة الأولى الأولى بوعاء أنا بسمها علة مزدوجة نعم علة قلب قدت إلى علة جسد بالفعل طيب علة قلب وجسد هتجيب علة تانية اللي هي شوف قلب وجسد تمام هتجيب علة تانية اللي هي علة منفو يعني كلها مترتبة على بعضها البعض يعني هذه الكلمات ليست تكرارا للتكرار وليست للضرورة الشعرية والوزن تمام حتى يستقيم الوزن في البيت وإنما لها ضرورة نفسية تمام هو في قمة تركيزه النفسي على الرغم أنه في معاناة في معاناة إلا أنه ينسج الأبيات ويعلم كيف يركبها وكيف يرتبها وكيف ينسق معانيها كما قلنا عندما تحدثنا عن دوره في المدرسة الرومانسية نعم ولكنه أجاد أستاذ محسن في إضافة كلمة منفى إلى الياء نعم هذه الإيجادة التي يعني استطاع بها ألا ينتقده بعض النقاط أو الكثير من النقاط تمام نعم هو يعني عايزي خصص الموضوع بذاته بالفعل فالإسكندرية عايزيه أنا يعني هذه ليست منفى يعني يالي رايحين من كافة المحافظات الإسكندرية يعني أتفكروني هي منفى بالفعل ده كانت خاصة بي نعم أنا بأعلن ولذلك هيعلنها في البيت الرابع ويفصل القولة فيها نعم ويقول أنا ما أصدش أشوه تمام صورة السياحة الداخلية في اسكندرية إذا نظرت الإنسان إلى المكان يا أستاذ محسن يعني بتنعكس من خلال ذاته النفسية ومن خلال ذاته نعم وهذا ما يؤكد للتجربة الذاتية نعم في قوله منفاية تمام نعم طب هو موجود في ضحية المكس يا أستاذ محمد بيقول البلاد ليه الله يعني هينتقل من بلد لبلد قلوا أحزنه كتير يا أخي لكن ممكن المكان الإقامة بتاعته مكان الإقامة الخاص به هيبقى فيه المكس لكن كلمة البلاد بتوحي بكسرة الأحزن والألم وعايزة تخفى منه تمام وكلمة طوافي أيضا يا أستاذ محسن تمام يعني أرى أنه استعمل هذه الكلمة على الرغم أنه لم يضر في بلدان كثيرة أو في بلاد كثيرة وإنما استقر به الحال في الإسكندرية وفي المكس بالتحديد وإنما أرى أنه لأنه رومانسي ولأن اتجاهه اتجاه وجداني فهو يشعر في تنقله من مكان إلى مكان أنه قد تنقل بين بيئات مختلفة أو قد عانى معاناة نفسية كبيرة ومتعددة لأنه ترك مكان الأهل والأصحاب تمام تمام نعم وعلة في علة منفاية لاستشفاء طبعا علة واستشفاء محسن بديع طبق طبق يبعز المعنى والاستشفاء هي تعليل لما قبلها تمام علة في علة منفاية لماذا؟ لطلب الشفاء إذن لاستشفاء البعض ينطقها في علة وعلة في علة منفاية لاستشفاء 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 تمام يعني ده منفا مش استشفاء مش مكان شفاء تمام أيضا ربما يأتي المنتحنة في محسن وهذا سؤال يعني نريد أن نوضحه لأبنان العزاء لماذا جمع الشاعر بين بين قسين علة شرطة استشفاء تمام هو طباق جمع بينهما طباق ليؤكد مدى يعني ما كان يتصوره الشاعر عند ذهابه إلى مدينة الإسكندرية من الشفاء لنفسه وجسدي أو ما يتصوره ومين حاله الذي قام عليه بالفعل ومين حالته يعني الحاضرة بالفعل يعني هناك تناقض بين ما كان يتمناه اللي احنا بنسميه بين الواقع والمستقبل بين الواقع والمستقبل بفعل تمام إذن ننتقل بأبنائنا إلى البيت الرابع أستاذ محسن الذي يقول فيه خليل مطران متفرد بصببتي متفرد بكآبتي متفرد بعناق نعم هيا بنا إلى اللغويات متفرد خبر للمبتدأ محزوف كان دائما يقدم في الأبيات السابقة يقدم الخبر على المبتدأ هنا حذف المبتدأ بالأصل يا صباح ده هو عايز أقولك أنني ميت خلاص يا جماعة شاركوني بقى تماما ولذلك عندما يحزف ذاته كأنه لم يكن موجودا تمام يعني ليس لي وجود يعني أنا منفرد نعم بصبابتي يعني شدة أشواقي تماما متفرد بكآبتي الكآبة معناها شدة الحزن نعم العناء معناها شدة التعب وينصرف إلى الجسد إذن كأن هذا البيت نتيجة لقوله علة في علة فماذا أراد مطران أن يقول يقول بعد تلك العلل التي تركمت علي أصبحت منفردا بأشواقي للعودة إلى أهلي وأصحابي وأيضا إلى محبوبتي التي لم أرد نسيانها من الأصل نعم كما أصبحت منفردا بكآبتي وأحزاني لوحدتي وغربتي في ذلك المنفى وكان نتيجة لذلك أيضا أنني أصبحت منفردا بعنائي ومشاقتي وتعالي نعم نعم متفرد بصبابتي متفرد بكآبتي متفرد بعنائي هو يؤكد كما أشرتم أستاذ محمود سر الإضافة في كلمة منفائي نعم فيبين انفراده بالتجربة تمام وخصوصية التجربة به نعم وكأنه يعلنها لا أشوه صورة السياحة الداخلية في الإسكندرية وإنما أعلن عما حدث لي على صعيد الشخصي نعم أعلن تجربة ذاتية تجربة انفرادي بأشواقي القلبية إلى محبوبتي نعم التي ترتب عليها شدة أحزاني وشدة الأحزان تؤدي إلى العناء وتعب البدن نعم طبعا العناء ضده الراح نعم ألمحوا في هذا البيت دون أن نذكر تحليلا لذلك ثلاث استعارات مكنية نعم أنا عايز أقول للطالب قبل ما نشرح الاستعارات المكنية احنا كنا بنقوله في الفصل الثالث في قصة وإسلاماه في تانية سنوي انفرد الشيخ سلامة بالطفلين بدأ ينصحه خدهم على جنب كده وبينصحه تمام عشان ما يقوليش الكلام ده هيبقى ازاي تمام متفرد بصبابتي عايز أقول شبه الصبابة بإنسان ينفرض به استعارات المكنية استعارات المكنية شبه الكآبة بإنسان ينفرض به استعارات المكنية للتشخيص أيضا شبه العناء بإنسان ينفرض به نعم طيب الله هو ليه ما قالش أستاذ محمود متفرد بصبابتي ومتفرد بكآبتي ومتفرد بعنائي ليه ما قالش بصبابتي وكآبتي وعنائي تمام لا ده أنا عايز أقولي على حاجة ده سؤال وده سؤال تمام ليه هو ما فصلش بالواو ده موضوع في البلاغة اسمه الفصل والوصف نعم عايز يقولك أن هذه الأشياء السلاسة أشياء يعني منفصلة عن بعضها ويتلو بعضها البعض نعم الصبابة تؤدي إلى الكآبة وتؤدي إلى العناء منفصل عن بعضها نعم ولا مجال لمشاركة وجدانية فيه طب فيه محسن بديعي نعم على وجه السرعة يا أستاذ محمود حسن التقسيم أستاذ محمود متفرد بصبابتي متفرد بكآبتي متفرد بعنائي يا حسن تقسيم بين هذه الجمل القصيرة المعبرة تمام زي بالضبط يعني شوء لما قال إيه نفس مرجل وقلب الشراء وقلب الشراء ومتنب لما ألف الخيل والليل والبيداء وتعريفني نعم والسيف والرمح والقرطس والقلم تمام طب حسن التقسيم ده بيطرب الأذن تمام الله هو بيطرب الأذن ليه عند المطلق يا أستاذ محمود هو عايز يستجد عطفهم كما قلنا تمام آه يقولك لو أطربت الأذن تحرك القلب تحرك القلب نعم وإذا تحرك القلب هدأت الخواطر هدأت الخواطر تمام ولذلك تلاقي الطالب بيذاكر وطالب ممتاز وحطت السماعة في ودنه كده ومشغل أغاني ليه يقولك أنا بستريح لنغمة الأغنية وبركز قوي وأنا بسمع الأغنية عشان بتديله وقع نغم موسيقي إذا أطربت الأذن استرحت النفس وإذا استرحت النفس هدأ الفكرة أو العاقل نعم أستاذ محصن يعني للأسف وقتنا يعني أوشك على الانتهاء وإحنا بنقول في نهاية هذه الحلقة أن هناك علاقة بين صباباتي وكآباتي وعنائي أن كل كلمة من هذه الكلمات مخدمة الأخرى سبب لما بعدها مهم يعني مخدمة ونتيجة نعم ونتيجة لما قبلها أستاذ محصن يعني كنا نتمنى نكمل مع حضرتنا وطبعا كده هو يعني ما قالش صباباتي وكآباتي وعنائي وكرر كلمة منفرد عشان يؤكد خصوصية التجربة به لذاته نعم أستاذ محصن في نهاية هذه الحلقة لا يسعونا إلا أن نتقدم بخالص شكر لحضرتك على ذلك المجهود شكر الله لك من أجل أبنائنا العزاء كذلك نتقدم بالشكر لفريق العمل في الستوديو وخارج الستوديو كمان بنتقدم بالشكر لأبنائنا العزاء اللي بيتابعونا وبيحسنوا المتابعة لبرنامج مدرسة على الهواء إن شاء الله الأربعاء القادم في نفس الموعد قبل ساعتين من الآن نلتقي مرة أخرى مع زملائنا الأعزاء ومدرسة على الهواء واللغة العربية إلى أن يحين لقائهم بكم دمتم في رعاية الله وحفظه ومن تفوق إلى تفوق بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر